عامل ايه المشكلة اللي حصلت النهاردة في الاجتماع التنصيق قبل المباراة مباراة الزمالي كونعظة بركان هو الاجتماع التنصيق الكريم كان فيه المشكلة الرئيسية اللي حصلت فيه لا علاقة بالدعوات الكاف كان طلب زيادة نسبته في الدعوات عن المعتاد يعني مثلا لو هو بياخد 150 هؤلاء لك بالارقام واللي حصل بالضبط يعني الكاف طلب زيادة عن كل درجة بياخد فيها المعتاد مثلا الفي اي بي 150 فهو طلب 250 الدرجة الاولى مثلا 300 الدرجة التانية تبقى 200 فمسؤول الزمالي كان عندهم بعض التحفزات على الارقام اللي هو كابتن احمد سليمان تحديدا كان عنده تحفز كبير على الارقام اللي حددتها الكاف الكاف دي ليحتهم فكابتن احمد سليمان انسحب من الاجتماع مسؤول الكاف انزعجوا بعد كده من الاخبار اللي يعني تداولها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي من اخبار الاجتماع وانسحاب الكابتن احمد سليمان كابتن عبواحد السيد اتكلم معاهم وادروا في الاخر ان هما يحلوا الموضوع يا كريم واتفقوا بصيغة او باخرى كاف هيحصل على من حوالي من 800 لالف دعوة مخصصة ليهم منهم 250 في اي بي اللي المقصورة كان في بعض برضو الحاجات التحفزات على مكان جماهير النهضة بركان الاولى علوية ولا الاولى سفلية طب احنا لو قعدناه في الاولى سفلية طب من جمهور الزمالك هيبقى فوق طب من ناحية الامنية وفقا للاجتماع خلاص طم الاتفاق على كل الامور دي وسحكم ممتاز الخطم 마지막 المقصورة هيعودوا في الاولى الاولى العلوي في اللو كان موضوع الجماهرة ده مش مش اعيز اقطى عمر بكرة فيه اجتماع في السادة القاهرة بين المنصق الامنى للكاف والمعنصق الامنى للناد result of the Emirates يото و الشركات المسؤولة عن التنظيم طب اذكرتي Blo Sky our with Assaki الشركات اللي هي المنوب بها التنظيم والاجتماع ده هيتفقوا فيه على كل عو Tanzi والاقرب ان جماهير نهضة بركان وجماهير الترجي يبقوا في الأولى علوي يمين بحيث تبقى هي يعني وفقاً لأبو علي بيقوله اللي حصل في الاجتماع بحيث أن الدنيا تبقى أفضل لهم من حيث الأمن يعني وكان موجود فعلاً أن السؤال محمد يحيى لطفي رئيس الشركة المتحدة رئياضة في الاجتماع تم التنصيق على كافة الأمور اللي هي لها علاقة بدخول الجمايير بتسهيل الأمور المختلفة موضوع حتى النقل التلفزيون كل حاجة متزبطة كريم فيه بروفاتة تحصل العملية خلال الفترة اللي جاية هتبقى في استاد القائرة خليت نحل زي ما بيقوله